أهلاً ومرحباً بكم النشاط نشاط كلام جميل طفل يحب النشاط الكبير يحب النشاط الأنشطة بكل أشكالها حسب مواهب وحسب رغبات وحسب اهتمامات المتعلمة التعلم المبني على النشاط منهج النشاط كلمات تردد من عقود في واقعنا وفي تعلمنا ولكن هل نفذت؟ هل تم تنفذها بوضوح كاستراتيجية حقيقية تدفع إلى الارتباط بالحياة وبالمجتمع وإلى الانتاج؟ التعلم من خلال النشاط عبر المناظرة الألعاب الرواية الدراسة المسحية التدوير الزيارة الميدانية تقديم العروض الشفاهية التدريب المشروعات استراتيجية التعلم القائمة على نشاط أحباء الكراء تتح للطلبة العمل من خلال ربط ما يتعلموا بالحياة الحقيقية تساهم في تعليم وإحداث تعلم موجهة بشكل ذاتي تستخدم في مواقف وفحص أمور غير مألوفة واكتشاف موضوع ما بشكل عميق تعلم من خلال النشاط هو شعار التعلم الموجود في فنلندا والموجود في السويد والموجود في دول كثيرة تقدمت ونتحدث عنها ونتباه بها ونرغب في زيارتها ونرغب في تقليدها طيب ضمن أشكال التعلم اللي فيه نشاط يأتي ما أسميه بأسلوب المناظرة ولهذا قبل ما ناخد المناظرة لازم أحدد دوري المعلم في تطوير واستخدام استراتيجية التعلم من خلال النشاط دوري كمعلم أخطط وأقوم بالإعداد بشكل مسبق أحدد نواتج التعلم المرغوبة أراقب النتائج باستخدام استراتيجيات تقويم ومعايير تسجيل قوائم الرصد سلالم التقدير اللفظية أساليب الملاحظة أختار الأنشطة المناسبة والمحفزة للطلبة حسب مراحلهم العمرية أوفر فرص للطلبة لتقديم عرض مناسب للجمهور ألاحظ التعاون وأليات العمل في مجموعات بين المتعلمين أدعم الطلبة وأشجعهم كلام اللي حضرتكوا بالتبعو معاية ممكن يتم من خلال أحد الأساليب وهو أسلوب المناظر طبعاً عندنا الزيارات الميدانية عندنا الزيارات الميدانية شيء مهم جداً ويجب أن تفعل ولكن زي ما قلت المناظرة أحد الأدوات التي تستخدم لتفعيل النشاط أولاً أسلوب المناظرة يجب أن تكون هناك قضية للمناظر تعلم الولاد أدب الحوار تعلمهم الخطاب تعلمهم التفاعل تعلمهم مهارات الاستماع ومهارات الإنصاد تعلمهم زي يعبر عن رأيه ويجب أن تكون القضية واقعية ويجب أن تكون حلولها واقعية وقابلة للنقاش ناس بتتكلم عن استخدام التكنولوجيا بين الواقع والطموح سلبيات التكنولوجيا وإيجابياتها مجموعة بتؤيد السلبيات مجموعة بتتكلم عن الإيجابيات مجموعة بتتكلم عن الكتاب الإلكتروني وناس التانية بتتكلم عن الكتاب الوراقي مناظرة مجموعة بتتكلم عن العودة إلى التراث وقراءة التراث مرة أخرى وناس يقول لك لا للتراث إحنا عايزين نقرأ ما هو أحاديث إحنا ملنا ما للتراث إذن قضية المناظرة يجب أن يتم اختيارها بشكل واقعي ويجب أن تكون هناك قضية أصلا لازم نتعرف على المشكلات التي تواجهه عند صنع القرار في موقع صانع القرار المقدرة على محاولة الإقناع ممكن ما يبقاش مقتنع بالقضية تتغير الغرفة الصفية إلى واقع واقع حياتي يصبح الطالب هو المرشد والموجه بينما يتحول المعلم إلى مشاهد قاعد يتابع يجد المتعة في إيجاد حلول ومقترحات واقعية كويس مناظرة مهمة هل تحتاج إلى تحضير تحضيرات لعمل المناظرة؟ نعم أجي على الغرفة الصفية أقسمها مجموعتين أتأكد من تسمية المجموعتين مجموعة ألف مجموعة باء توفير مصادر كافية للطلاب في كل مجموعة من أجل القراءات من أجل المعرفة أخلي أحد الطلاب هو المتحدث عن المجموعة أخلي أحد الطلاب مراقب للوات أخلي أحد الطلاب مسؤول عن كتابة المعلومات على اللوح بتاعي طيب إيه أيضا؟ خلاص الولد بيكتب بيقدم واعطيته المعلومات المطلوبة واحد بيسجل عند طرح القضية يجب مراعاة الأمور الأتي خلاص أسمت الغرفة المجموعتين اتأكدت من تسميتهم خليت واحد يبقى متحدث خليت واحد يبقى مراقب خليت واحد يسجل لما جطرح الموضوع التكنولوجيا بين الواقع والتاع بين كذا الكتاب الإلكتروني أم الكتاب المطبوع أطلب من كل مجموعة أن تقدم قضيتها اوعى تقبل أي نقاش أو توقف المتحدث عن تطرح القضية سيبه اطلب من الطلاب الالتزام بأنظمة اللعبة التي ينبغي أن تكون مكتوبة ومسجلة اعطي الطلبة معلومات سابقة كافية لكل من الطرفين عن قضيته انت يبتع الكتاب الإلكتروني وانت يبتع الكتاب المطبوع انت يبتع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتاني يقول لا أنا عايزة يرجع لي كذا يعني حسب القضايا المطروحة يجب أن تكون المعلومات حيادية لكل الطرفين بحيث ما تكونش معلومات تهزم الآخر يعني ادي وازن اعطي الوقت الكافي للقيام بالنقاش اعطي الوقت الكافي لتقديم المادة حط حكم من الطلاب لفض النزاع عند النقاش حط حكم من الطلاب لإعطاء العلامات وتكون العلامات واضحة على الصبورة أو على اللوح يجب أن يكون دور المعلم ثانويا جدا دور المعلم ثانوي ولا يتدخل إلا عند فض النزاعات ومحاولة إدارة الحوار بدأ النقاش ما بين الطرفين وبدأت المناظرة ترفع الأسئلة للحكم يقوم شخص واحد بالسؤال يقوم الطرف الآخر بالنقاش فيما بينهم ووضع الأسئلة لا يقوم المتحدث بالإجابة السماح للطرف الآخر بإضافة معلومة وذلك بالاستئزان من الحكم يرفع إيدي كده ويقول له أنا بستأزن من حضرتك فإذا لما نيجي نتناقش في المناظرة لازم الأسئلة تبقى موجودة ويقوم شخص واحد بالسؤال والطرف الآخر يناقش فيما بينهم ويحط الأسئلة السماح للطرف الآخر بإضافة أي معلومة وذلك بالاستئزان من الحكم كلام ده زي ما قلنا على ضوء أدوار المعلم بكونه خطط للنشاط ونسق وراقب واختار الأنشطة المناسبة والمحفزة ووفر فرص للطلبة لتقديم عروض مناسبة وشاف مدى التعاون وأليات العمل في مجموعة ودعم الطلبة وشجعهم بشكل إيجابي حتى يحققوا الهدف من ممارسة هذا النشاط الأنشطة الفعال الأنشطة الصفية واللا صفية أمر مهم جدا للغاية يحقق مفاهيم ومعاني كثيرة جدا أظن الحديث عن استخدام التفكير الناقد كأحد الأمور وأحد الاستراتيجيات المهمة يحتاج مننا وقفة أمامه تفكير الناقد ما بين المنظمات البصرية وبين التحليل ومهارات ما وراء المعرفة والتحليل الدقيق للمعلومات والبراهين هذا ما نتناوله في المداخلة القادمة انتظرونا في أمان الله